الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة ولم يقل عليه الصلاة والسلام الصلاة لأن لابد أن يأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطه واركانه وعجباته ومكملاته السنن ولا يأتي بمبطل مبطلة الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة مستقيمة وبشروطه يجب أن قاء لا يقل عليه الصلاة لأنه يجب أن يقل عليه الصلاة ولكن أمدي وتعالى صلاة لكن أخذ يجب أن قائمة أبديست ولكن قائمة أليس لا يستطيع أن أقام الصلاة الصلاة المفروضة 5 الفجر ركعتين الظهر والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات في السفر الصلاة الرباعية تصلى ركعتين يعني الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين أما الفجر المغرب تبقى كما هي الجمعة في كل يوم جمعة من كل أسبوع لابد أن تصلى هذه الصلاة المفروضة الخمس في الجماعة على الرجال البالغي لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق الظاهرة نفقنا صلاة أبوه السلام و الله أهل إما جدو خلوه من نوات عصر والعصر أبوه الذي لا يتركوا في الجماعة أبوه دماغه على أبوه